توسعة جديدة في مستشفى الأميرة الرحمة في محافظة إربد وندوة تركز على الخطاب الديني المعتدل ونبذي التطرف في عمان وأخبار أخرى في جولتنا المحلية نظمت جمعية المحافظة على القرآن الكريم اليوم ندوة بعنوان الخطاب الديني الراشد ودوره في محاربة التطرف وذلك بحضور عشرات المواطنين من كافة المحافظات للتأكيد على أن الخطاب الديني الراشد هو الحل الأول والأمثل لضحض التطرف نحن ندرك يقيناً أن من أهم أسباب التطرف الجهل واليأس والظلم وسوء الفهم ومسألة سوء الفهم هذه قضية تاريخية هي التي بسببها أصلاً خرج الخوارج وكان ما كان عبر التاريخ افتتح وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ووزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة وبحضور وفد أمريكي توسعة جديدة لمبنى مستشفى الأميرة رحمة في محافظة إربد التوسعة شملت مبنى يحتوي على خمسين سريراً وأجنحة خاصة وثلاث غرف عمليات بالإضافة إلى غرفة عمليات صغرى للطوارئ المستشفى تم الانتهام من أعمال التنفيذي له حالياً هو قيد مرحلة الاستلام الحمد لله يعني مستوى النوعية العمل مستوى جيد جداً وحتى الفريق الفني اللي حضر من الرياضة المتحدة نال إعجاب والبضع الحالي إحنا فيه نظمت الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية مؤتمراً في منطقة شفا بدران بالتعاون مع منظمات المجتمع المحلي والمنظمات العاملة مع الشباب والمرأة ويهدف المؤتمر إلى تعريف المواطنين بمفهوم لا مركزية والقانون والأنظمة كنظام تقسيم الدوائر وشرح لصلاحيات المجالس المختلفة ينظم هذا المؤتمر الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية وهو محاولة لنقل التعريف المسؤولين والمختصين إلى المناطق بوجود المواطنين مباشرة نحن اليوم في هذا اللقاء كما تعرفون أن الانتخابات ستجري بالنصب الثاني من هذا العام لقانون لا مركزية فخلال هذه الفترة هناك برنامج مطول عن التوعي والتضخيف حول قانون لا مركزية وعن الانتخابات وأيضاً التحفيز والتشجيع للمواطنين للذهاب إلى صندوق الاختراع التنمية المستدامة يحتفل المركز الوطني لإعداد القادة بمناسبة إطلاق نادي القادة والذي جاء بقصد تنمية وتطوير مهارات القيادات العليا والمديرين والمسؤولين الذي سيساعد الأفراد على تعزيز مهاراتهم الشخصية والمهنية هذه المبادرة تأسست انسجاماً مع تطلعات جلالة الملك بضرورة تأهيل واستقطاب جيل من القادة يتمتع بالمهارات اللازمة إطلاق أول مجتمع خبره في مجال القيادة وهو مجتمع نادي القادة في المملكة الأردنية الهاشمية وبدأنا نستخدم قاعدة أن نعمل بذكاء لا نعمل بجد بمعنى أننا تجاوزنا والفريق حجم الذكاء الطبيعي إلى أن نستثمر حجم الذكاء الاستراتيجي بأن يكون المركز الوطني لإعداد القادة يعمل مع الحكومة من خارج المؤسسات